اهلا ومرحبا بكم في قناتكم معلومة صح رأفة الهجان اسمه الحقيقي رفعة علي سليمان الجمال ولد في الاول من تموز يوليو من عام 1927 في مدينة دمياط في مصر وكان والده يعمل تاجرا للفحم وبعد وفاة والده انتقل للعيش في مصر الجديدة واصبح اخه سامي هو المسؤول عن رعايته في كبره وجد رفعة عملا كمساعد ضابط حسابات على مجموعة من السفن وتنقل بين العديد من المدن مثل باريس ولندن وفرانكفورت وكان يوقع نفسه في مشكلات في كل مدينة يذهب اليها حتى تم ترحيله من فرانكفورت الى مصر انتحاله للشخصيات عندما وصل الى مصر عائدا من فرانكفورت لم تكن معه اي وثائق شخصية لا هوية او جواز سفر لانها سرقت منه مما جعله يتعرف على مزور بارع زور له جواز سفر باسم علي مصطفى وعمل بهذه الشخصية في قناة السويس ولكن مع قيام الثورة المصرية في عام 1952 ترك العمل في قناة سويس وانتحل شخصية صحفي سويسري باسم تشارلز دينون وعاش فترة في احد الفنادق منتحلا هذه الشخصية ولم يتم اكتشافه مطلقا لقدرته على التحدث باللكنة السويسرية وبعد شعور رفعة الجمال ان شخصيته ستكشف قرر انتحال شخصية جديدة بجواز سفر بريطاني باسم دانيال كالدويل وعندما قرر مغادرة مصر الى ليبيا تم اعتقاله على الحدود لانه يحمل شكات باسمه الحقيقي رفعة الجمال اثناء اعتقال رفعة في السجن زاره احد ضباط الشرطة السياسية وتناقش معه وتأكد من هويته وانه مصري وليس بريطاني او يهودي وعندها اخبره الضابط بانه الشخص الذي يبحثون عنه وعليه ان يختار بين البقاء في السجن او العمل مع المخابرات المصرية عن طريق زرعه وسط المجتمع اليهودي ليحصل على المعلومات التي تساعد في حماية مصر من اي مخططات تنتهجها اسرائيل لالحاق الدرر بالامن المصري ووافق رفعة على العمل مع المخابرات المصرية وهكذا تم تعليمه اللغة العبرية وكيف يعيش الشخص اليهودي حياته ومنح شخصية جديدة يهودية باسم جاك بيتون وحصل على اسم حركي عرف فيه من قبل المخابرات المصرية وكان هذا الاسم رأفة الهجان توفي رفعة الجمال المعروف برأفة الهجان في ألمانيا بسبب اصابته بسرطان في الرئة في الثلاثين من كانون الثاني يناير من العام الف وتسعمائة واثنين وثمانين ودفنا فيها انتهى الفيديو نرجو ان تكونوا قد استفدتم لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وشاركونا بالتعليقات اشتركوا في القناة